بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سورات مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أحسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أهلالا فهي إلى الأغقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر خريم إنا نحن نحيي الموتى ونحتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أسنين فكذبوهما فأززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تهزبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم مأخم أإن زخرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تهن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكزون إني إذا لفي ظلل مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المحرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا فانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلحنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهذرون وآية لهم الأراض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يقلون واجعلنا فيها جنات من نخل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومع ملس أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شهل قرقهم فلا سرخ لهم وإن شهل قرقهم فلا سرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ومن خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا فانوا عنها مؤرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قعلوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعنئبدوني هذا سرط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا توقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تخفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يحسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يقنون وما علمناه الشئر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الخافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يقلون ولهم فيها منافئ ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نذفة فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي الإزام هو أن يرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملقوث كل شيء وإليه ترجعون